لو حد حاول يضربك بعصايا او شومة على الدماغ بالشكل ده اذا كالتنين بيبدأوا يتحركوا الايد اليمين هتمسك من عند عضلة الرست تمسك من المنطقة اللي هي من عند مفصل الكوع من الداخل لحد عضلة الرست اي مكان من هنا والايد الشمال هيكون كافة طلعة لبرا بالشكل ده هتكون الصابع كلها طلعة بالشكل ده عشان ايد الشمال دي هتلف الدراع بالشكل ده اهو ايد اليمين بقى هتخلص مهمتها من هنا هتسيب من هنا خالص اهو ايد اليمين هتسيب من هنا خالص وهتجي عند مفصل الرست او عند القبضة بتاحته وتتنيها بالشكل ده كده انت عجزت وشليت حركته لو ضغطت ضغطة قوية شوية هينزل معك الارض العصية بتاخدها للاتجاه ده من افضل الحركات اللي ممكن تستخدمها لو حد حاول يضربك بشومة او عصية على الدماغ بالشكل ده ما اول حاجة بتعملها ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا ايد اليمين هتمسك من عند مفصل القوع من الداخل او من عند عضلة الرست بشكل ده والايد الشمال هيكون الصباح تلع البره بالشكل ده بتعمل ضغط قوي على مفصل الرست والعصية دي بتاخدها للتحت نفحش تاخدها الفوق وينفحش تشدها هي كده بتخلص نفسها وبتطلع الوحدة كده بتحلم الاعصاب ايده هوا انت بتضغط العصية بتطلع لوحدها لان انت بتعمل شلل في الاعصاب بتاعت ايده اول ما بيبدأ اضربك بالعصية بالشكل ده بتكون انت اسرع منه علشان تنفذ الحركة اللي شفناها مع بعض اضربك اشتركوا في القناة